اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتأتي الاجابة مصحوبة بكلمات يجد المتصل انها قافية نوعا ما او يجد ان الوجه الذي يقابله لا يعطيه كليته ولا يصغي اليه باهتمام واذا كان هذا طبعا بشريا يعتري من وقع تحت هذه الضغوط فان اخرين قد لا يجدون مثل هذا الضغط الا ان اجاباتهم احيانا لا تمثل عامل جذب للسائل بل ربما ادت الى نفوره في الاتجاه البعيد فما الذي يطالب به من يتخاطب مع الناس باسم الدين والى اي مدى تصبح الالفاظ الحسنة والاسلوب الجميلة ضرورية جدا في توجيه الناس الى الله ولكن هل يعني هذا ان من لم يرق له مزاج ولم ترتح له نفس في لحظة السؤال ان يختفي ريث ما يكون مرتاحا ام يلقي الاجابة والاستشارة ولا عليه حيث وقعت محاور حلقة اليوم نناقش فيها سماحة الشيخ الجليل العلامة احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة راجنا منكم ان تشاركوا ايضا بدوركم عبر الارقام التي ستظهروا على الشاشة بين الحين والاخر اهلا مرحبا بكم سماحة الشيخ واهلا وسهلا ومرحبا بارك سماحة الشيخ تحدث العلماء كثيرا عن الجانب الاخلاقي في القرآن الكريم الداعي الى التخلي من نحو ترك الكذب والنميمة وغيرها وافات النفس والى جانب التحلي ايضا بالفضائل ولكن ماذا عن جانب اختيار الالفاظ الحسنة وانتقاء الكلمات النظيفة والاسلوب الجميل في الحوار هل يمكن ان تجمل لنا ذلك سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان الاسلام من اوله الى اخره اخلاق الاسلام لا يفقد في اي جزئية من جزئياته فضل عن كلياته انصر الاخلاق فالاخلاق متمثلة في العبادات المشروعة ومتمثلة في المعاملات التي تكون بين الناس والمتمثلة في السلوك الاتماعي الذي ينخرط فيه كل من انتمى الى هذا الدين وحسبنا من هذا ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقول حسنا لكل الناس فقد قال وقولوا للناس حسنا ولم يقل وقولوا للمؤمنين او للمحسنين او للمتقين او للمسلمين حسنا وانما قال وقولوا للناس حسنا وكلمة الناس تصدق على البر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والطالح فالانسان مطالب بان يقول الكلمة الحسنة في تعامله مع جميع الناس ولا ريب ان لهذه الكلمة الحسنة تأثيرا بالغا في جذب النفوس وتأليف القلوب واستلال السخائم والاحقاد والقضاء على العداوات والخلاف فنجد ان الله سبحانه وتعالى يوصينا بالدعوة اليه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن مع ذلك يبين لنا ان تأثير الكلمة الهادفة الطيبة الهادئة التي لا تنطلق من عماق قلب مخلص يزكي هذه الكلمة بإخلاصه ويصدقها بعمله ويهذبها بأخلاقه هذه الكلمة تعمل عمل السحر في نفوس الناس وقد قال عز من قائل ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحة وقال إنني من المسلمين ولا تسب الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ أظيم نعم هذا اللطس الذي يصين الله سبحانه وتعالى به في مقام الدعوة إنما يدل على أن دعوة يجب أن تكون مصحوبة بالأخلاق ويقول الحق سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلهم بالتي هي أحسن هذه المراحل كلها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بحيث يحاول أن يتألف الإنسان وأن يحبب ما يدعو إليه في نفوس الناس بحيث يقول الكلمة التي توصل الحقيقة إلى أعماق النفوس وتؤثر على هذه النفوس وتكتذبها لقبول هذه الحقيقة والتفاعل معها لأنها كلمة جاءت موزونة بموازين الأخلاق جاءت لتبصر بالحقيقة وترغب في اتباع هذه الحقيقة ومن كان فيه شيء من النفور فإنه يعالج بالموئذة الحسنة وفوق ذلك المجادلة لمن كان أكثر نفوراً بالتي هي أحسن والله سبحانه وتعالى يأمرنا في حق أهل الكتاب أن نجادلهم بالتي أحسن وينهانا عن مجادلتهم إلا بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وقولوا آمنا منذي أنزل إلينا وإليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وهذا لم يكن في هذه الرسالة التي مؤث بها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه فحسب لم يكن هذا في هذه الرسالة فحسب وإن كانت هذه الرسالة هي على قمة الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يجسد جميع الأخلاق الأولياء الفاطلة كان مثالاً للإنسان الكامل في إنسانيته ولكن مع ذلك نجد ما يدل على هذا في ما وصل الله سبحانه وتعالى به الرسل المتقدمين ففرعون أعتى الناس وأشقاهم وأبعدهم عن الحق وأوغلهم في الضلالة وأجرأهم على الله ادعى أنه هو الإله وأنه لا يعلم للناس إلها غيره ولكن مع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون في حقه في حق فرعون بماذا أمرهم أن يقول له فقول له قولاً لينة لأنه يتذكر أو يخشى مع أن الله تعالى يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى وعلى أي حال هكذا يعني القرآن الكريم والرسالات الله سبحانه وتعالى جميعاً تبصر الناس بحسن التعامل مع المدعوين ومع الموجهين ومع المعلمين ومع المرشدين أي على كل معلم أن يعلم بالتي أحسن وعلى كل مرشد أن يرشد بالتي أحسن وعلى كل داعية أن يدوى بالتي أحسن نعم وسنأتي معكم سمحة شيخ أيضاً إلى الهدي النبوي بإذن الله تعالى ربما سنضعه في نهاية الحلقة طيب سمحة شيخ لماذا يطالب الداعية والمفت دائماً أن يكون دقيقاً في اختيار ألفاظه وفي أسلوب خطابه نعم لأن الداعية يدعو إلى الحق فعليه أن يحبب الناس في الحق وأن يحسن تبصيرهم به وتعريفهم إياه وإزادة الشبهات عنه ودمغ هذه الشبهات التي تنسج من حوله فلذلك عليه أن ينتقي الألفاظ ليتوصل إلى هذه الحقيقة إذ همه أن يهدي الناس أن يبصر الناس لأن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من حبر النعم نعم طيب تحدثتم طيب سمحت شيخ البعض يتحدث عن قدرة معينة في هذا الاتجاه وأنه لا يمكن أن يعطي أكثر من قدرته هل يطالب من يمارس هذا النوع من الخطاب أن ينمي قدراته بالتعليم والتماس الدورات المختلفة نعم ينمي قدراته سواء من ناحية المعرفة أو من ناحية ضبط نفسه وتصميرها وتعويدها على الصبر وتعويدها على الاحتمال وتعويدها على مشاكسة الجهلة وممارات السفهاء حتى تكون قادرة الاكتياز هذه الأقبات عندما يكون داعياً إلى الله سبحانه وتعالى نعم الأخ عبد الله في صفحة البرنامج على الفيسبوك يقول استفاد المسلمون من فكرة حفر الخندق التي جاء بها سلمان الفارسي رضي الله عنه والتي كانت في حقيقة الواقع أجنبية عنهم إلا أن كونها أجنبية لم يمنعهم من الإفادة منها والسؤال هو هل يسع المسلم أن يستفيد في فن الخطابة بما توصل إليه الغرب من أمثال فنون الإلقاء والتأثير في المستمع وكعلم البرمجة اللغوية العصبية وهذا بعد عرضها على الشرع وفرز ما لا يتعارض منها فعلا من المعلوم أن أهم ما يستفيد منه المؤمن القرآن وليس هناك إلاج للجوالب النفسية كالإلاج القرآني وليس هناك من ملكة تنمى في الإنسان باحتمال الشدائد وفي حسن الأداء في العمل كما ينمي الإنسان ملكته بالرجوع إلى كتاب الله تعالى فلذلك يجب أن يكون كتاب الله تعالى أولاً قبل كل شيء نصبع عيننا وملأ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا به نهتدي وعلاه لاه نسير ومع هذا بالنسبة إلى الوسائل لا حرج أن يتعلم المسلم الوسائل مما استفاده الآخرون من تجاربهم بإمكانه أن يستفيد من تجارب الآخرين طيب سمحة شيخ هل إذا كان لأن الحكم ضالة المؤمن كما جاء في الحديث أينما وجدها أخذها مزاكة من تجارب سمحة شيخ هل إذا كان المفتي أو الذي يتولى الإجابة على الناس متوتراً يطالب بالامتناع عن الفتوى والانقطاع عن الناس قليلاً خشية أن يتسبب توتره في تنثير أحداً أو إبعاده عن الصوار أما إن كان التوتر يؤدي إلى أن لا يتمالك وأن ينفر الناس فينبغي له في مثل هذه الحالة أن ينتظر حتى تهدأ أعصابه ويزول توتره ويعود إلى الطبيعة فيتمكن من إبلاغ كلمة الحق ومن إيصال الحقيقة إلى الناس نعم اسمحة شيخ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمه الله رحمه الله لديه حملة علم إلى المغرب لم يأذن لواحد منهم أن يفتي للناس هل كان لذلك لطبع ومزاق فيه أم لأمر يتعلق بعلمه؟ هو كما قال أبو عبيدة رحمه الله فرق بين الناس منهم من أمره أن يفتي بما سمع منه وما لم يسمع وهذا هو عبد الرحمن بن رستم رحمه الله تعالى لأنه عرف كفاءته وملكاته وعلم أنه بلغ درجة الاكتهاد فلذلك سوغ له أن يفتي بما سمع منه وما لم يسمع ومنهم من أمره أن يفتي بما سمع منه لا بما لم يسمع لأنه عرف أنه قوي الذاكرة قادر على استيعاب ما يسمع ولكن مع ذلك ليست عنده ملكة الاكتهاد ومنهم من أمره بأن لا يفتي فيما سمع وما لم يسمع نعم وذلك لأنه عرف أن ذاكرته لا تصل إلى حد استيعاب ما سمع وفي نفس الوقت ليست عنده ملكة تمكنهم من الاكتهاد نعم طيب سمحة الشيخ الذي يأذن بالإفتاء للناس مثلا هل عليه أن يراعي أيضا الطبع والمزاج في ذلك الشخص أم أن هذا أمر لا قدرة للإنسان فيه لا ريب أن الطبائع أيضا تراعى في هذا نعم الناس متفاوتون في قدراتهم نعم وقدراتهم على امتصاص الغضب وعلى امتصاص ومن المعلوم أيضا بناء على ما ذكرتموه من أن الإنسان لا يفتي إذا كان متوترا بناء على هذا هذا مبني على تويهات نبوية النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في حالة غضب إن كان واقفا أن يقعد وإن كان قائدا أن يضطيق حتى يذهب ما به من الغضب حتى يؤود إليه الهدوء صحيح نستقبل الآن مكالمات الأخت بدرية الرواحية نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ من القرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفاكم الله أهلا بك يا أخت بدرية أتفضل لدي السؤال لي ممكن أسئلة مجموعة من الأسئلة أتفضل لي الأخت بدرية السؤال الأول ما حدود التجديد في خطاب الداعية وضوابطه وما هي النواحي التي يشملها نعم السؤال الثاني ما أهم الجوانب التي يطالب بها الداعية أن يلم بها لتكون دعوته ذات أثر تبليغي نعم السؤال الثالث ما الأساليب التي ينبغي للداعية أن يتمسك بها لإبلاغ دعوته طيب لماذا يغيب التنفيق الإداري بين الفتوى والدعاة طيب السؤال الذي بعده هل توجد هناك خطة مستقبلية لدى وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتأهيل فقيهات ويعطاءهن دورا نصنيا في الإفتاء طيب هذا السؤال سيكون للمسؤولين إن شاء الله السؤال الأخير طبعا ما هي الصفات التي ينبغي على المفتي أن يتحلى بها في أثناء رده على المستفتين طيب بارك الله فيكم جزاكم الله وعلا كل خير الله يبارك فيك شكرا جزيلا أخفي صلى الرواحي حياتي الله الشيخ خير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك السلام عليكم الله يبارك فيك سمحتم عندي بعض الأسئلة بكل سرور تفضل السؤال الأول أترون سماحتكم أن المفتي أو الداعية يلزمه شرعا لأخذ بيدي المستفتي نحو طريق الخير مثال ذلك إن اتصل رجل يذكر أنه وقع في شيء من المحرمات فمع إقابته بالحكم الشرعي وماذا يترتب عليه من كفارات وحقوق هل يجب عليه أن يدله على بواب الخير والصلاح ويرشده إلى خطوات عملية تكون سببا في تغيير مجرى حياته وهناك من يشتكي ممن يقصر في هذا القانب نعم سؤالي الثاني ما هي المميزات التي تميزت بها المدرسة الأخلاقية والإباضية في التعامل بين المفتي والمستفتي إذ أننا نجد في بعض المدارس الأسلوب الهقومي وسرعة التكفير في أبسط المساء الفقهية نعم إزاكم الله خير بارك الله شكرا الله بارك فيك لخفيص لخشام هشام الغنيمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته عندي سؤال حقيقة إذا تصدر للإجابة عن فتاو النساء رجل فما هي الثوابط التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤول في تعامله مع النساء وكيف الجمع بين الحزم في القول وعدم فتح باب الشيطان وبين مراعاة مقتبا حال السائلة من النواحي النسية والاجتماعية المحيطة بها نعم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس مال إلهم نعم وشكرا مشكور لخشام شكرا جزيلا لك أسئلة كثيرة كثير منها أيضا ينصبوا في الموضوع لكن لنأخذ سؤال أخ فيصل يقول يعني إلى أي مدى يطالب المستفتى شرعا أن يأخذ بيد المستفتي إذا ما وقع مثلا في فاحشة أو وقع في معصية فيدله على طريق الخير أم يطالب فقط بالإجابة على الحرمة أو عدمها الذي يستفتى يجب أن لا يحصر مهمته في الفتوى فحسب بل يجب عليه أن يكون داعية قبل أن يكون مفتيا وأن يكون واعظا قبل أن يكون فقيها ومفقها نعم لأن مهمة الدعوة مهمة مشتركة ما بين الجميع الناس كلهم الطوبون بأن يكونوا دعاة إلى الخير أم مارين بالمعروف نهائين عن المنكر الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يكونوا أمة هذا شأنوا فكل فرد من أفراد الأمة هو مطالب بأن يكون داعية إلى الخير أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر فلذلك يجب على من استفتي في قضية تورط فيها المستفتي أو تورط فيها أحد من الناس وهو يلتمش المخرج يجب عليه ألا يجيبه بقدر سؤاله فحسب بل عليه أن يبصره لما كان يجهله من مساركة تؤدي به إلى الخروج مما وقع فيه من الهلكة لأن هذا من إنقاذ الناس وإنقاذ الناس ضرورة ملحة فما جاءت سالات الله تعالى إلا لإنقاذ البشر ستأتي أسئلة تفصيلية سمحة شيخ حول هذا الموضوع أيضا سمحة شيخ الداعية المؤثر صاحب الجماهير العريضة ومن يتولى كذلك جانب الإفتاء كثيرا كثيرا ما يستويه إبداء رأيه في الأحداث السياسية أو النزاعات الحزبية أو الإقليمية وغيرها هل يطالب بأسلوبه أو هل يطالب بخطاب معين وبأسلوب معين أم له الحق أن ينحاز إلى جانب منها بغض النظر عما يحدثه وتدخله من مشكلة في تعود على الدين بالسلب الداعية والمفتي بل وكل من يريد السلامة لنفسه أن يكون دائما مع الحق مؤيدا له وناصرا إياه وأعضدا لمن تبسك به من غير التفاة إلى كون من يقوم بهذا من قرابته أو من الأبعدين وبين أن يكون من أحدبته أو من أهل شنآنه وعليه أن يكون دائما مع الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دائما هكذا يؤمر الإنسان أن يكون مع الصادقين فمن يدعو إلى الخير أو من يتحيز لجانب الخير على من استفتي وعلى من أراد الخير لنفسه أن يكون بجانبه شادا على أطل مؤيدا لموقفه من غير التفاة إلى كونه من حزب كذا أو كونه من جماعة كذا إنما ذلك لأجل الحق إذ الحق بنفسه هو الذي يجمع شتات أهل الخير ويؤلف بين قلوبهم نعم أخفيصل أيضا يسأل عن إذا كانت هناك جوانب تميزت بها المدرسة الإباضية في قضية المفتي والمستفتي والتعامل مع السائل أو مع يعني من يطلب الحق طبعا هذه المدرسة يعني قامت من أول الأمر على نصرة الحق وتأييد الحق والوقوف بجانبه والشد على عضله فهي دائما بجانب المستضعفين وبجانب المظلومين وبجانب وبجانب ولا تمجز بين القريب والبعيد والبغيض والحبيب من كان مظلوما تشد تشد من عضله وتشد أزره وتقف بجانبه نعم الاختبادرية تقول هل هناك حدود معينة يطالب بها الداعية والمستفتة في موضوع التجديد في خطابه وطلب هذا التجديد باستمرار الداعية عليه أن يخاطب كل قوم بلسانهم ومعنى ذلك عليه أن يخاطب كل مجتمع بلسانه وكل أصل بلسانه الأمور تختلف بين أصل آخر مفاهيم تظهر ومفاهيم تختفي وأمور تطفو على السطح وأمور تغوص في الأعماق فإذن الداعية عليه أن يكون بصيرا بأحوال الناس قادرا على إقناعهم وإنصال الحقيقة إليهم فهكذا يتغير الأسلوب ويتغير الحنيث الناس أبناء بيئتهم كل أحد إنما يتحدث من منطلق بيئته فمن جاء إلى بيئة بداية لا يمكن أن يتحدث إليهم بحسب ما يتحدث إلى القوم المثقفين إلى القوم ذو الخبرات الواسعة الرجل البدائي لا يخاطب كما يخاطب العالم الجامع لعلوم المعقول والمنقول وكذلك بالنسبة إلى العلوم الدنيوية الشخص البدائي لا يخاطب بما يخاطب به الفلكي الخبير الماهر بأمور الفلك أو الطبيب المتخصص في الطد العميق في تخصصه أو المهندس الخبير كل واحد يخاطب بأسلوبه والناس دائما كما قلت أبناء بيئتهم كما يقال بأن علي بن الجهة مدح أحد حكام بن العباس بعدما وفد إليه فاستنكر الناس مدح لماذا؟ لأن مدحه كان ناشئا عن تفكيره الذي هو ناشئ عن بيئته قاله أنت كالكلب في وفائك للأحد وكالتيس في قراءة القطوب أنت كالدلو لا علمتك دلوا من كبار الدلاء عظيم الذنوب فاستغرب الناس هذا المدح كيف يقال في الحاكم الذي يسمونه خليفة المسلمين يقال مثل هذا يشبه بالكلب ويشبه بالتيس ويشبه بالدلو فرد عليهم الحاكم العباسي قال ماذا عسى أن يقول لأنه ابن هذه البيئة هو بدوي خرج وما عنده أمثلة إلا هذه هو ألف وفاء الكلب وهو ألف قراءة التيس وألف أيضا يعني منافئة دلو فالإذان تشبه بما عرفه لكن دعوه ينتقل إلى بيئة غير هذه البيئة فدعه إلى البقاء عندهم وبقي فترة في بغداد فكانت أول قصيدة قالها ابتدأها بقوله عيون المهى بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري فرد عليهم الحاكم العباس بأن هكذا تغير الرجل لأن البيئة غيرت فإذا هذا هذا الداعي الذي يأتي إلى قوم من أمثال علي بن اليهم في بدايته عندما كان على وضعه السابق عندما يأتي إلى قوم بدائيين لا يعرفون إلا هذا المحيط البدوي بما فيه من عادات وبما فيه لا يمكن أن يخاطب خطب المثقفين ولكن أيضا إذا انتقل إلى المثقفين إذا انتقل إلى ذوي الخبرات عليه أن لا يخاطبهم خطاب العوام عليه أن يخاطبهم خطاب من غبر حالهم وعرف أمرهم وهذا يدخل في قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فالله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بلسان قومه واللسان لا ينحصر في مجرد اللغة أيضا الإصطلاحات الجديدة وأيضا العراف الموجودة عند الناس فالإنسان ابن بيئته ولذلك يختلف الخطاب بين أصر وآخر أيضا بالنسبة إلى خطاب الأموم في الأصور الأصر الذي كان الناس يركبون فيه الناقة والحمار ليس هو كالأصر الذي يركبون فيه الطائرة وينتقلون من ديار شاسئة إلى ديار شاسئة جدا أنها إنما كل أصر له خطابه بالتأكيد وهذا موضوع معناته يستلزم من الداعية أن يكون مثقفا ولديه الطلاع بكل فنون العصر التي تدخل في الجانب الدعوي طيب سمحت شيخ هناك أمر مهم أيضا يتعلق بلغة الداعية والمستفتة يطرحها الأخ شام الغنيمي يقول إلى أي حد يطالب المجيب أو الداعية أن يكون جادا قليلا في حديثه مع المرأة المستفتية أو التي تشكو ذنبها أو زوجها أو مشكلتها عموما لأن فرض مساحة من الحذر أحيانا يجعلها لا تستطيع أن تقول كل ما عندها أو ربما لا تجد شيئا من الارتياح في طريقه ما هي الحدود والضوابط المطلوبة في هذا الموضوع إنما الحدود والضوابط أن يصغي إلى حديثها إصغاء من يريد إدراك عمق ما تريد إبلاغه من غير أن يفتح نافذة للهواء يلي منها الشيطان عليه أن يكون حذورا من ذلك ولا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب النساء بصريحة عبارة كالمطلقة الثلاثة التي تزوجت رجلا وطلقها وأرادت أو قبل طلاقها أرادت أن تأولي للأول فقال لا حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلتك يعني مثل هذا الحديث يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس حياء وأكثر الناس أفتة في كلامه وفي أفعاله ولكن لأجل إبلاغ الحقيقة وأيضا كان كلام في كناية لم يكن صريحا وإنما كان كناية لطيفة صحيح هذا موضوع وحده يحتاج أيضا إلى وقت الأخ أبو عقيلة من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم السعادة والحسنة وزيادة الله يبارك فيك الحالك أبو عقيلة بارك الله الحمد لله الحق حق ربنا حرقم جدا بعد أيضا سؤال عم الشيخ نصبحت بقيد أبو عقيلة بس تخفض صوت التلفزيون لأن الصوت داخل علينا أيضا في مكالمتك إن شاء الله في قوله تعالى ولوم تقوم الساعة فيقصب المجنبون لما نبثوا غير ساعة نعم ما هل ولوم تقوم الساعة ألف ساعة العهد فأي عهد هل هو العهد الدهني أم الحضوري أم الدكري أيهما وشوخ نعم وزاكم الله وخير الله يبارك فيك شكرا جزيلا الله يكرمك الأخت فتحية البطاشية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك الأخت فتحية الحمد لله الحمد لله لدي بعض الأسئلة سؤال الأول ما أسباب انتشار الفتوى الخاطئة دون مرجعية صحيحة السؤال الثاني ما أسباب عدم ظهور المرأة الفقيهة في المجتمع التي تلبي حاجة المرأة المستفقية وإلى ما يعود غياب أثر الداعية المسلمة في المجتمع كذلك ما الضوابط التي يجب على المرأة مراعاتها مراعاتها عند الاستفتاء وأيضا السؤال الأخير ما أسباب عزوف الناس عن استفتاء أهل العلم بارك الله فيكم سمعت الشيخ نتمنى منكم الدعاء شكرا جزيلا الله يبارك فيك الأخ مرشيد الحسني نعم الأخ مرشيد تفضل السلام عليكم شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عافظكم الله حياتكم الله أهلا ملك سؤالي الأول ما هو المقصود بما قولت ليس الفقيه من يحمل الناس على ورعه وما هو إطارها الشرعي وهل الداعية إن دعى الناس إلى الورع وحثهم عليه يكون بذلك قد أخطأ في مسلكه الدعوي نعم السؤالي الثاني انتشرت الآن البرامج والمواقع والمتدعيات الإفتائية نعم في القنوات والشبكة العنكبوتية لجلب أكبر شريحة من الناس فما هي الضوابط التي ينبغي لأصحاب هذه المواقع والقنوات تقيد بها في اختيار الشخص المناسب لإجابة الناس طي شكرا الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك طيب سمحة شيخ نعود مرة أخرى إلى الأسئلة الأخت فتحية تتساءل تقول أن المعظم الذين يجيبون على الأسئلة النساء هم الرجال هل هناك أسباب معينة لغيوب المرأة المفتية التي تتولى الإجابات؟ مما ينبغي أن يتنافس فيه الرجال والنساء التفقه في دين الله التفقه في دين الله ليس هو ميدانا خاصا بالرجال وحدهم وإنما النساء يشاركنا الرجال في هذا الأمر وقد كانت نساء نبي صلى الله عليه وسلم على رأس الفقهاء لسيما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تستفتى كثيرا لسيما في القضايا الخاصة للنساء وكان حتى القلفاء الراشدون يستفتونها بهذا الأمر بسبب اطلاعها على كثير مما لم يطلعوا عليه من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في البيت فإذن هذا الجانب يجب أن لا يهمل جانب مشاركة النساء في الفتية ومشاركة النساء في حمل الفقه ومشاركة النساء في تفسير الناس بأمور دينهم المرأة لها دور في المجتمع ويجب أن يحافظ على هذا الدور وإنما ندعو أخواتنا وبناتنا إلى أن يكوننا مسابقات في هذا الميدان أن يحرصنا دائما على أخذ قصبات السبق في ميدان الفقه والعلوم الشرعية وما أحوجنا إلى الفقيهات القادرات والأسيما أن المرأة تتجاسر أو تجرؤ أكثر من الرجل أن تخاطب المرأة وتصارحها بالنسبة إلى النساء بإمكان المرأة أن تبوح عند المرأة بما لا تبوح به عند الرجل وبإمكان المرأة التي تجيبها أيضا على الأسئلة أن تكون غير متحفظة في خطاب هذا بخلاف الرجل هناك حواجز من الحياة تحول بين الرجل والمرأة من الصراحة أحيانا فلذلك نحن ندعو دائما إلى أن تكون المرأة لها دور بارز في هذه الناحية هل يحتاج من يتولى الإفتاء سواء كان رجلا أو مرأة إلى إيجازة في هذا الأمر أم له أن ينقل الفتوى بمجرد حفظها لو كان داعية مثلا أما هناك فرق بين من يفتي برأيه ومن يفتي بالنقل بين الناقل والناقل هناك فرق بين الناقل والناقل الناقل إنما عليه أن يكون حافظا قادرا على استعاب ما ينقله وفهمه ليبصر تحقيق المناط فيما يفتي به حتى يؤدي هذه الفتوى على النحو الذي يرضي لها تبارك وتعالى بسبيل النقل أما الناقل فهو الذي يستطيع أن يمحص الأدلة ويستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فهؤلاء لا بد من أن يكونوا على قدر من الفقه وقدر من استجماع العلوب التي تبكن من الاستنباط هناك سؤال مهم سمحة الشيخ والعلن أن أتمكن من طرح سؤال الأخ مرشل إذا بقي وقت السؤال يقول لا شك سمحة الشيخ أن الذي يموت على كبيرة والعياذ بالله لا يتولى ولكن قد يسأل البعض مفتيا أو داعية عن جواز الترحم على أبيه الذي مات أو ولده الذي حزن عليه وقد مات طبعا على كبيرة فتأتي الإجابة لا يجوز أن تدعو له هل هناك أسلوب أفضل من هذه الإجابة التي ربما تحدث ردد فعله يقال بأن الرحمة يعني رحمة الدنيا ورحمة الآخرة وإيضا تراعى هناك ما يجاب بالنعم هذه الصدمة نعم طيب سمحة الشيخ كان بودنا أن نطرح بقية الأسئلة سأل الأخ مرشل إن شاء الله سيكون له وقت آخر شكرا لكم سمحة الشيخ على هذه الإجابات الرائعة في موضوع الإجابات والألفاظ الجميلة عزائنا الكرام الإلحاد خرافة علمية كما يطلق عليه البعض ومع تقدم هذا العصر الذي وصل الإنسان فيه إلى كشف الكثير من حقائق الكون كان يجب على الناس أن يسجدوا وأن يخروا سجودا لله سبحانه وتعالى لكن المؤسف جدا أن يكون هناك بعض البلداء أو بعض الذين ألحت عليهم البلداء تنشق حناجرهم بالإلحاد سواء كان ذلك في كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعية أو في دعواتهم للناس ترى ما هي الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الدعوات التي لا علاقة لها بالعلم مطلقا نناقش ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نرجو منكم المشاركة عبر موقعنا على صفحة الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة